اليمن أكثر دول العالم ضعفاً في مواجهة فيروس كورونا وفيها أكبر نسبة وفيات على مستوى العالم من ضحايا الفيروس القاتل ذلك ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريش ملخصاً الوضع الذي تعيشه اليمن جذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده جوتيريش مع رئيسي الوزراء الكندي والجمايكي وقال فيه أن أكثر من 17% من إجمال المصابين بكورونا في اليمن يموتون داعياً المجتمع الدولي إلى الدعم المالي لمواجهة كورونا في اليمن من جهتها حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف من كارثة ثلاثية الأبعاد يواجهها اليمن جراء استعار الحرب وتفشي فيروس كورونا إضافة إلى انهيار الاقتصاد وأشارت إلى أن أكثر من 12 مليون طفل يمني أصبحوا بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية وخشيتها من أن يموت نصف مليون طفل يمني من سوء التغذي الحاد ما لم يتلقوا رعاية عاجلة أخطر من ذلك حديثها عن 5 ملايين طفل دون سن الخامسة سيحرمون من التلقيح ضد شلل الأطفال جراء تعليق حملات التحصين بسبب كورونا ما يعني أن آلاف الأطفال اليمنيين مهددين بشلل الأطفال نتجة حرمانهم من اللقاح ترى كيف ستتعامل الحكومة مع هذه النداءات وما الذي يجب فعله على المستويين المحلي والدولي معطيات الواقع والحصائيات والمعلومات الواردة من الميدان تفوق أضعاف ما يتم إعلانه رسميا وفي ظل هذا التباين والتناقض يعيش الناس حالة هلع غير مسبوق في انتظار أي تحرك حقيقي يضع حدا للوباء الذي حصد الأرواح في عدن وصنعه ومدن يمنية أخرى ترجمة نانسي قنقر